شهد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة جانبا من فعاليات المنتدى الشبابي في الحكومة أو في الحوكمة والذي يقام بالشراكة بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ومبادرة بيرل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ويعتبر المنتدى الشبابي الأول من نوعه ويهدف إلى تنمية مهارات الشباب في أسس استدامة شراكات والشركات والمشاريع الرياضية عن طريق مفهوم حوكمة الشركات وتنمية المهارات الرياضية والقيادية لدى الشباب وكيفية العمل الجماعي والأخذ بالمسؤولية في صنع القرار وتخطي التحديات كما تضمن المنتدى ورشا عمل وجلسات تعليمية وأنشطة جماعية وجلسات تفاعلية مع مرشدين وكبار المسؤولين التنفيذيين وشخصية القيادية لبناء المهارات والمعرفة حول حوكمة الشركات ذات الصلة وبعد انتهاء المنتدى سيتم اختيار مجموعة من المشاركين للتأهل لمسابقة تحدي مساري كمرحلة لتنمية وصقل مهارات المتأهلين طبعا أنا مشارك في المنتدى الشبابي للحوكمة كوني شاب بحريني وطموح وحاب عندي حب الاطلاع كون الحوكمة حاليا أهميتها كبيرة في مجال البزنز ورياضة الأعمال كون تفتح أفاق لنا وتعلمونا الأساسيات الصحيحة لفتح مشاريع ونتبع فيها ميثاق الحوكمة تبع قانون وزارة الصناعة والتجارة البحريني وهي الأصول الأساسية اللي إذا اكتسبها الشاب البحريني راح يتمكن من أن يفتح مشاريع وأن يكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني البحريني